حقيقة في خبر أسعدنا جدا 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 كريم درويش لعب مصر في السكواش السابق وأحد أساطرة هذه اللعبة كسب انتخابات الاتحاد الدولي وفاس بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي وأول يعني الحقيقة يعني عشرين عشرين يمكن أول مسؤول من مصر في السكواش يتقلد هذا المنصب راح قابل على فكرة كريم درويش راح قابل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشف صبحي قابل الانتخابات وقابلوا بعد الانتخابات خلينا أقول لكم معلومة مهمة جدا الدكتور أشف صبحي من أول ما مسك أو تولى ملف وزارة الشباب الرياضة وهو مهتم جدا بملف المصريين أو انتخابات المصريين في المنظمات الدولية لأنه هو مؤمن بريادة مصر والحقيقة كل سنة بيعمل اجتماع لكل ممثلين أو كل الممثلين الممثلين مصر في الاتحادات الدولية وليجان الدولية فلما عرف إن كريم نازل حصل ليه طبعا كل الدعم وتكللت هذه الجهود بفوز كريم درويش بنقوله ألف مليون مبروك كنا مفتقدين دا وناتمنى إن شاء الله بعد أربع سين هو يبدل طبعا أربع سين نائب اتحاد الدولي ليه ثلاث نواب هو نائب منهم إن شاء الله أنا أتمنى الدورة الجاية بإذن الله الانتخابات الجاية ينزع على منصب الرئيس ومصر أهلا لها لأن الحقيقة مصر دا وما قلت في السكواش إحنا برازيل العالم زي الكرة بالضبط